my students in prop 2 hello how are you today we will take listen to ان شاء الله النهاردة هناخد listen to آآ كلمنا في lesson one زي ما قلنا عن توزيع العناصر في periodic table تمام وكنا كلمنا برضو عن العلماء وعرفنا عملوا ايه وكلام ده كله النهاردة هنتكلم عن listen to بقى وهو graduation of elements properties in the modern periodic table يعني ايه يعني تدرج خواص العناصر في المودرن periodic table فاكريين لما قلنا قيلين ان العلماء حطوا العناصر او قسموهم او وضعوهم برضو تبقى للبروبرتز بتاعتها طيب نرات دي بقى احنا دلوقتي هنتكلم عن ال properties او الخواص يعني كل عنصر بتبقى محطوط مش محطوط بس في في ال periodic table كده هباء او محطوط بس تبقى للاتوميك نمبر وبس ونسكت لأ ما هدا ليه تأثير برضو في خواصه بتاعته طيب يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده بيقول لي هاو ازاي التوزيع الالكتروني بتاع العناصر بيأثر على خواصه فاكريين احنا قلنا ان انا بحط العناصر تبقى للاتوميك نمبر ناحية بالنسبة البرويد بيزيد بمقدار ون وبالنسبة للجروب بيزيد بمقدار في المستوى طاقة جديد او تمام جميل جدا يعني هنا جينا وزعنا وحطينا في البرويدك تابل اه تبقى للاتوميك نمبر جميل طيب ازاي الكلام ده او التوزيع الالكتروني للعناصر بيأثر على الخواص بتاعته بنشوف الكلام ده بيقولك فيه هنا تدرج لخواص العناصر في المودرن بردك تابل وفيه علاقة ما بين الخواص ديت وما بين التوزيع الالكتروني للالكتروني ازاي انشوف لو جينا نشوف الليسيوم والسوديوم حلقي هنا ان الليسيوم توزيع الألكتروني اللي هم اصري اصلا ابتونك نمبر بتاعه اصريب ازاي الاتو ووان والسوديوم تو ايد وان دولت موجودين طالما هم اي اه وان يبقى موجودين في نفس الجروب ولكن موجودين ده في بيريد نمبر تو ده 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 في بيريد وده في بريود تالي ده بريود 2 وده بريود 3 تمام؟ طب هل في اختلاف في الخواص ما بين الليسيوم وما بين السوديوم تبقى للإلكترونيك اللي احنا شايفينها دي طب ازاي؟ ده اللي حنشوفه دلوقتي For example The graduation of some properties of the elements in group A and periods لو جينا نشوف تدرج الخواص للعناصر في الجروب A لأننا نعطم شكل كله حيبقى في الجروب A اللي هو بادئ من 1A لحد الجروب اللي هو النوبل جزء أو خلينا نقول اللي هو سفن A تمام؟ طيب نشوف هل في اختلاف الخواص أو زي ايه مثلا؟ أول حاجة حنتكلم عنها مثلا هي خاصية حجم الزر تمام؟ خاصية حجم الزر بتاعته ايه؟ حجم الزر بتاعته ايه؟ شكل الزر حجمه قد ايه؟ تمام؟ طيب وتاني حاجة هنتكلمها هي Electro negativity properties خاصية السالبية القهربية أو خاصية السالبية الإلكترونية بالنسبة للإلم والمتاليك الننمتاليك بروبرتي خاصية برضو إذا كان هو أو لا فلز يبقى دي من ضمن الخواص أو هي دي الخواص اللي آآ بتتفرق ما بين عنصر أو عناصر أخرى مختلفة يعني موجودين في الجروب A والبريوت بتاعته تمام؟ يبقى هنا الخواص دي بتشمل الاتوميك سايز بروبرتي الاتوميك سايز بروبرتي بس قبل أي حاجة أنا عايزة إيس الاتوميك سايز بتاع الإلمنت طب إيسه إزاي؟ هيقول لي إن الاتوميك سايز is determined by knowing the atomic radius of the atom لو أنا عارف الاتوميك ريديس بتاع الاتوم أقدر من خلالها أقول الاتوميك سايز بتاعها قدقين والميجورينج يونت بتاعتها بالبيكوميتر تمام؟ هتقول لي يعني إيه بيكوميتر؟ هقول لك البيكوميتر ده equal part of million of some million part of meter يعني عدد صغير جدا 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 من المتر جزء من المليون من مليون جزء من المتر يعني بيساوي إيه بيكوميتر ده؟ بيساوي one pi ten power negative twelve من المتر يعني واحد وعشرة قصة سليب اتناشر من المتر ده كلمة بيكوميتر جميل؟ يبقى أنا لما أقول عايز ده إيه الاتوميك ريديس بتاع الالمنت أو الاتوم ده بجيبها إزاي؟ بجيبها أو الميجورينج يونت بتاعتها بالميكوميتر طب أنا بقيس ليه الاتوميك ريديس؟ عشاني نعرف الاتوميك سايز بتاع الالمنت ده كامل أو إيه طبعا نيجي بقى نشوف تدرق الاتوميك سايز بالنسبة للإلمس في البريريوديك تيبول هو الاتوميك سايز أو حجم الزرة ده ليه تدرق في البريريوديك تيبول؟ هقولك آه يعني ما ينفعشي تبقى زرة الكبيرة قبل الصغيرة فاكرين لما كنا قايلين إن البريريوديك تيبول الإلمس فيها متوزع أسيندنجلي يعني إيه؟ يعني من الصغير للكبير تصاعدي ده معنى إيه؟ معنى إن أول حاجة في العمود بتبقى عندي أصغر حاجة حلول كده؟ يبقى لو أنا مثلا سواء في البريريودي أول حاجة البريريودي وأول حاجة مثلا في الجروب لو في مين جروب؟ تمام؟ حنلاقي إن بيجيب لك الصغير كإني مثلا وقفان طبور يبقى ببدأ بالصغير تمام؟ وانتهي بمين؟ وانتهي بالكبير ده لو كانوا وقفين طبور وربعض يبقى أنا لما باجي بوقف ناس كده كإني موقفة ناس وربعض في طبور علشان أبقى شايف العواصر اللي ورا ده أنا بقولك هو حط للصغير الأول ودرجهم للحد ما توصل لأكبر واحد ده لو موجودين وربعض طب لو موجودين وقفين بالعرض كده بالعرض هقوم هتطلق الكبير وامشي لحد ما وصل لأخر واحد خلص الصغير من الشمال لليمين تعالوا نشوفي الكلام ده إزاي الشكل اللي قدامي ده بيوضح جز من المدرن بريدك تيبل وحيوضح لي قيم الأتوميك سايزز أو أحجام بتاعة الألمنت أو بعض العناصر اللي عملت لها استيميشن بالبيكوميتر بيقول لي إيه؟ لما جينا عملنا استيميشن بالبيكوميتر لبعض العناصر اللي قدامنا ده طبعا إحنا شايفين إن كده ده بريد اللي ماشي كده بريد واللي ماشي كده جروب صح؟ طيب لاحظنا شايفين هنا قدي في نفس البيريد في نفس البيريد خلاص ليسيام وبريليام وجورون وكاربون ونيتروجين وأكسوجين والفلورين ده زي ما إحنا شايفين كده قال له ده الحجم بيصغر كل ما اتجاهنا نحن يتليمين يبقى وإحنا ماشيين كده هيروزنتلي خلاص؟ هنلاقي إن الأتوميك سايز ديكريز قال له بس خلي بالنا من حاجة ده أنا الأتوميك نمبر كبير يعني أنا كل ما ممشي من الشمال يليمين الأتوميك نمبر بيزيد ولكن شايفة إن الحجم بيقل يبقى دي لازم ما بقى أول حاجة ألاحظنا إن in the same period خلاص in the same period أو element in the same period العناصر اللي موجودة في نفس البيريد لاحظنا إيه؟ لاحظنا بالكريزنج الأتوميك نمبر كل ما بزود الأتوميك نمبر بتاعتها تمام؟ كل ما بيقل الحجم the atomic size decrease يبقى الاتوميك size decrease by increasing the atomic number بس إمتة في ال same period تعالوا نشوف الجروب 1A ده الله ده جروب 1A بدء معايا بالليسيام اللي هو كبير قوي ونهي معايا بالسيسيام اللي هو أكبر يعني هو كده كبير لا ده لقى السيسيام أكبر حاجة خالص الله طب ده معناه إيه؟ معناه إن أنا كل ما بزود الاتوميك نمبر في نفس الجروب كل ما بيزيد الاتوميك size تمام؟ يبقى في الشكل اللي قدامنا ده استنتقنا منه إيه؟ بيزيد 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 أهو ده الكلام اللي احنا قلناه بالنسبة للاتوميك size بالنسبة للاتوميك بيزيد decreases from left to right in the same period من الشمال لليمين في نفس البريد أهو يعني الشمال أكبر أصغره اللي موجود في اليمين قبليه الكلام ده بقى جيف ريزون ليه بيحصل كبير؟ بصوا بعد تكرين لما كنا بنقول الألمنت الموجودة في نفس البريد بتزيد عن اللي قبلها بمقدار بمقدار one electron صح؟ يبقى الألمنت in the same period increases from preceding element by one electron بيزيد عن العنصر اللي قبله بمقدار electron واحد ده معنى إيه؟ معناه إن الperiod واحدة وقفة صح؟ هي هيها لو قلنا في period 2 مثلا يبقى أنا عندي energy levels كلها 2 ولكن عدد الإلكترونات اللي موجودة في outer most energy levels زادت بمقدار واحد لحد ما وصلنا لآخر واحد خالص اللي هو الفلورين مسا تمام؟ الله هنلاقي حاجة هنلاقي إن الإلكترونات زايدة يعني الإلكترونات كمان لها إيه؟ ليها negative charge صح؟ وفاكرين إن إحنا قيلين جوه الأتم أو جوه النيوكليز بتاعت الأتم في positive charge بروتونز مش إحنا عارفين إن فيه attraction force ما بين positive و negative قوة تجاثب ما بين positive و negative طب خليني أقول لكم حاجة لو كان عندي إلكترون واحد مع عدد البروتونات الكتيرة دي هل هنا قوة التجاثب بتاعتهم هتبقى متساوية أو زي لما يكون عدد الإلكترونيات سبعة لا هنلاقي إن العدد الإلكترونيات لما بتبقى سبعة بتاعت الإلكترونز الكبيرة أكبر من واحد صح؟ وبالتالي يبقى الattraction force قوة التجاثب ما بين positive charge اللي موجودة بتاعت البروتونز جوه نيوكلياس هتبقى قوية أكتر بكتير لما تكون عدد الإلكترونيات أكتر اللي موجودة في المستوى الطاقة طب إيه الدليل برضو إيه معنى إنه بقى فيه attraction force معنى إنه بقى attraction force يعني الإلكترونيات بتبتدي تقرب من النيوكلياس صح؟ كلمة attraction force يعني بتبتدي تقرب قوة تجاثب يعني بتبتدي تقرب معنى إن الإلكترونيات بتبتدي تقرب من النيوكلياس معنى إن بصغر لحجم مين الأتم عجم الأتم بتصغر لكن لولا الإلكترونيات دي قليلة فبالتالي attraction force مش قوية قوي تمام وبالتالي الحجم حيبقى مريح تمام حجم الأتم حيبقى مريح فبيبقى أكبر ولذلك هنا لما جينا شفنا بالنسبة للليسيام اللي موجود في أول إن فيه إلكترون واحد بس في الأوتر موس الإنرجي حالو حنلاقي إن هو أكبر لإنه مريح attraction force بتاعته ما بين ما بين البروتونز موجودة جوا نيوكلياس قليلة شوية مش كبيرة قوي وبالتالي الحجم بتاعها حجم الأتم هنا مريح كبير شوية لو جينا نشوف الفلورين حنلاقي إنه لا ده 7 إلكترونز موجودة في الأوتر سيفن الفلورين ده هنلاقي إنه سيفن يعني إيه يعني الإلكترونات اللي موجودة في الأوتر موس الإنرجي كتيرة فالاتراكشن فورس بتاع نيكتف والبوسيتف كبيرة يعني كل شوية عايزة تقرب كل شوية عايزة إيه تقرب تمام فبتقوم مقربة حلو كده فبتقوم مقربة من الأتم وبتالي بصغار لي مين حجمها حال طيب يبقى الكلام ده نقوله إزاي حنقول يبقى لما أقولي هنا الأتم سايد دي كريز from left to right in the same period الأتم سايد بيقل من الشمال لليمين في نفس البرiod give reason because by increasing the atomic number in the same period كل ما بزود الأتم number في نفس البرiod the attraction force between the positive nucleus and the negative electrons in the outermost energy levels increases هنلاقي إن قوة التجازل ما بين positive nucleus أو النوال المجابة تيجي توجود الطبع وال negative electrons اللي موجودة في الأوتر هيزيد طيب ولو جينا نتكلم بقى عن الجروب تعال نشو إنزازين جروب في نفس المجموعة كل ما بنزل لتحت كل ما بزود مستوى طاقة صح كلام احنا قلنا الكلام ده انا كل ما بنزل ما بين المنت وال المنت اللي تحته بيزيد بمستوى طاقة بيزيد معي مستوى طاقة أو فاكرين الكلام اللي احنا قلناه قبل كده يعني إن المنت مستوى طاقة جديد معي مستوى طاقة جديد يعني ايه يعني بتبتدي تبعد الالكترونات عن النواة صح كل شوية عمالة تبعد كل شوية عمالة تبعد يعني يقوم عامل مكبر لحجم الاتوم كده كل ما بتحط المستوى جديد كل ما بتكبر حجم الاتوم لو جينا نبص فوق ما بين الليسيوم والصوديوم لما جينا نوزعنا هنا نشوفنا الحجم عامل ازاي تعالوا بصينا أنا زودت مستوى طاقة فاكبر الحجمة شايفين ده الاتوم كبير ليه لان انا زودت مستوى طاقة جديد وبرضو اللي بعده حيبقى اكبر لان زودت مستوى طاقة كبير وهكذا زودت دايرة جديدة زودت دايرة اكبر خلاص فبالتالي كل ما بنزل لتحت في نفس الجروب الاليمنت اي بيزيد حجمها الاليمنت بتزيد حجمها زي ما احنا شايفين كبه تمام لان زودت مستوى طاقة جديد يبقى هنا الاتوم اكبر 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 من اكبر اكبر يعني من فوق لتحت كل ما اتجهنا ناحية التحت كل ما كان الاتوم اكبر اما البرد من لفت تور رايت بيقل من الشمال لليمين بتقل بيقل ايه بيقل الحجم تمام ليه الكلام ده بالنسبة للجروب لما بيتزود الاتوم في نفس الجروب عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات بتزيد تمام وبالتالي الحجم هنا بيزيد الالكزامبل على الكلام ده زي ما احنا شفنا بالنسبة من السام بريود لو جينا نتكلمنا على سبيل مثل الساكن بريود الليسيام ده بداية تقالص لو جينا نشوف في الآخر خالص في الشكل عامل ازاي اصغر خالص وهنا بالنسبة من السام جروب باين كريز زا اتومك نمبر زا اتومك سيز ا انكريز من ا هنا ديكريز من left to right وان ا انكريز من top to bottom يعني bottom هنا اكبر من up to down تايمين من اللي فوق ده معنى الكلام اللي احنا قلناه ان العناصر الموجودة في نفس البريد كل ما بتزهد الاتومك نمبر كل ما بيقل لي ايه قلنا الحجم بيقل تمام معنى كده ان في علاقة ايه عكسية او بسميها علاقة عكسية يبقى الاتومك نمبر وزي مجبور لما بزود هنا الاتومك نمبر كل ايه ما الاتومك سايز بيقل اوكي لو جينا هنا الاتومك سايز يعني بتنقس بطردي ايه ايه يعني كل ما بيزيد الاتومك نمبر كل ما بيزيد الاتومك سايز تمام نلاحظ حاجة العناصر الموجودة في جروب وان اي دي اكبر احجام من العناصر الموجودة في الجدول الدوري ليه اكبر احجام اولا لانها موجودة في موجودة في النحية الشمال وبالتالي هي اول بداية البريود حال جميل اول طرح ما هي بداية البريود يبقى هنا ما بين الالكترون وما بين البروتون قليلة فبالتالي ما فيش ايه بقى الحجم بتاحها كبير دي اول حاجة تاني حاجة كمان ان في نفس الجروب برضو بتزيد من تحت من يبقى هي ليه اكبر بقى العناصر ده بسبب ايه او بسبب البروتستي بتاعت لان البروت اللي انها موجودة في ايه في الليفت سايت تمام وعادل الالكترونيات اللي في الاوترموس الانرجي اللي فلسل قليلة بمقدار واحد يعني هي واحد بس تمام هي الالكترونيات واحدة بس فبالتالي الاتراجشن فورس قليلة وبالتالي الاتوميك ايه موجود في اعلى يمين اعلى اليمين مش هقول اسفل ليه لان كل منتجه الناتحت كل مكان الحجم بيزيد ترافس الجروب لكن انا هنا بيقول اعلى top و right ناحية اليمين موجود في الاعلى المنطقة اليمين من البروت فبالتالي هو اصغر اتوميك سايد بقي هنا الفورين is the smallest اتوميك سايد element in the modern بريد اتابل ليه because it is located at the top right of the بريد السيزيام اللي موجود في بريد اللي هو في الجروب 1 اين اوكي the largest اتوميك سايد ليه لانه موجود اه element in the modern بريد اتابل يبا هنا الفورين هو smallest atomic size why because it is located at the top right of the periodic table اما السيزيام it is the largest atomic size why because it is located at the bottom left of the periodic table تطبيها التلام ده او الابتكيشن اللي زي اتوميك سايد اتوميك اتوميك بريديم and smaller than that of سوديم وي وضحي الكلام ده نقدر نردح الكلام ده ليه بيقول ان السوديم اكبر من اللي اكبر من البرالي او هو بيقول لي ان الاتوميك size بتاع اللي سي اكبر من البرالي واللسي بتاعته اصغر من السوديم طب لو جينا نوزحكم هنلاقي ان اللي موجودين في نفس البرالي واللسي موجودين في نفس الجروب طب وإحنا كنا عارفين ان اللي موجودين في نفس البرالي كل ما اتجاهنا نحن اليمين كل ما بيقل ايه الحجم ليه عشان مع الناجة بتزيد وبالتالي بيقل الحجم حال وبالنسبة ان ايه بتزيد كل ما اتجاهنا ناحية ايه تحت تمام وبالتالي بتاع الاتوم بيزيد تعالوا مشكو الكلام ده بقى توضيحي حلقول كل ما بزود الاتوم في نفس البرالي والتالي الاتوم بتاع اللي ماله اكبر من البرالي طب لو جينا لأ تاني حاجة بالنسبة لها في نفس الجروب عدد مستوية التقل المشغول بالالكترون بتزيد وبالتالي الاتوم بتاع الاتوم اصغر من السوديوم فالسوديوم يأضب بر منهم هما الكنين طيب بيقولي هنا arranges these elements ascendingly according to the atomic size يعني ascendingly يعني ترتيب تصعر من الصغير لكبير تبقى للإيه للاتوم لو هبصينا اه ادي كاربون فولورين الاكسوجين نايتروجين لو جينا وزعنا التوزير الالكتروني في الاتوم في الاتومic يبقى يبقى انا كل اللي انا ببص لي انه بيزيد ببص بعد الاتومic نبر انه كل ما بيزيد الاتومic نبر كل ما بيقل الاتومic بالنسبة للعناصر وبالنسبة لتوزيحها برضو في اللي هي الاتومic سايز بروبرتي زي ما احنا شايفين هل هي متطبق فعلا على الجدوى للدوري بتاعنا الحديث هل هو فعلا متطبق انه ماشي بالتدريج او فعلا ماشي بالتدريج تمام بالنسبة للبيروت وبالنسبة للجروب كي كده خلصنا الجزئية دي في الحصة دي ان شاء الله مرة جاية نكمل بقية البربرتز ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته